في السقاء كحبات اللؤلؤ التي تنحدر حبة بعد حبة حلو المنطق كأن نظمه خرزات نظم ينحدر أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة له رفقاء يحفون به إذا تكلم سمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره فقال زوجها هذا والله صاحب قريش والله لو كنت معه لاتبعته ولا أجهدن إلى ذلك سبيلا ولا أجهدن إلى ذلك ما وجدت إلى ذلك سبيلا هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم له خيرا يعني كان خير الختام في هذه الحلقة أننا نذكر وصف أمنا